السلام يوم جبت لكم هذا القرآن بالبطاطا و صدر الدجاج نبدلين قليلا على المطارين نخدموهم كيف ستكون في طريقة التحضير أو في التقديم أنا قدمتهم في هذا المول انديفيدويل لكي تجد الحبات على البيض بين الكل واحد سنجمو تقدموه في مول فاميليا اللي شيفي غير تضربوا البيض قبل ما تحطوه و هاد الاغيسات عنديش حالم اللي طيبتها و صورتها حتى اليوم بجد و خدمت المونتاج ان شاء الله تعجبكم الفيديو بطاطا نرفض حبة لكل شخص حبة البصل حبة الفلفل حبة السكالوب حبة لكل شخص حبة ملحة فلفل حبة زيتون والماغنوس الثانية نربي البطاطا كامل ملجة الخشينة نغطيها بالماء ماء الحنفية خاصة كامل تتغطى باش ما تتكحالش و ما تتبالش و او ممتون هاداك النيشاء اللي فيها يخرج شوفو كيف هاش الماء ما يكونش صافي بدي هاداك النيشاء يخرج منها نخليها على جهة و نمشي نخدم الفلفل التاعي نحيلها الزريعة و نحيل الرس و نقطحها هكذا الى مكعبات صغيرة هذا القراطين فيه بلوزير كوش هذه الفلفل و البصل نطيبوهم بوحدهم نجي هي التالية و نزيدو عليها هذه الحبة تاع البيت هنا نكملت الفلفل نرفض البصلة التاعي و نقطحها على ثلاثة و لا ربعة في الطول على حسب ومن بعد نضيطيها هكذا نضيف زوج مقلات ملح و نحطيها ي كمية السكر يتفاعل مع الحرارات لتعطيهم هذا اللوم كاراميليزي هنا قطعت حتى الاسكالوب وضعتهم على الجهة نستعمل هذا الاندفيدويل نستعمل المول كبير ضربة واحدة هذه البطاطا نصفها غاية الغاية من المال نضع ملعقة كبيرة في المول نضيف البطاطا نضيف البطاطا نضيف البطاطا نضيف ملعقتين نضيف ملعقتين نضيف البطاطا نضيف أن pH 20 دقائق على 180 درجات لإضاف الملعقة نضيف من الخnis نضيف الفل إلى Short نرتفق به جميل إذا كانت لم ت ici نحل هذه البيضة لا يوجد الكرام فخش تستبدلها بالخومج غابي تضيفه كامل في البخطوق وفي الواسط تحل الحبات على البيض تملحها و ندخل المول في القرير على البيض و نخرجه و نزينه بالمعدن و سمكة صغيرة و هذه الكرام فخش تدوب و تهوض و هي التي تعطينا الكوتي جوته و هذه هي الواسط التي اقترحتها لكم اليوم وصفة مغيرة ان شاء الله تكون عجبتكم و تراها و لا تنساوش تصوروها و تضيفتوها في الفيسبوك و الانستغرام و نضيفكم التوائي في صندوق الوصف الفيسبوك نببليه فيه كامل تطبيقات الموش تاريكات و الانستغرام نضيفه كامل فوتو قبل التصوير و نضيفها هنا في اليوتيوب و اشتركوا في الانستغرام و هذه هي و ما دب ايها تخليوا في الكومنتار الرأيي في الرسالة اليوم إلى عجبتكم و نحنا في الدار كامل فوتين عليها و سيخطوه الفات اللي رابيت البطاطا سيخطوه في الافكار سيخطوه في الصيف ما دبنا ناكله كل يوم حاجة جديدة سيخطوه في الزيدي بالتعليق انا نخليكم و الى وصفة جديدة ان شاء الله موسيقى موسيقى